الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما معنى الممترين وما معنى يزكيكم وما معنى يعلمكم الكتابة والحكمة سنتعرف على معاني هذه الكلمات في ثانية شرح الأيات الكريمة حتى نحفظ الآيات الكريمة بفهم إن شاء الله تبارك وتعالى مواضيع الأيات الكريمة من 146 إلى 150 كتمان أهل الكتاب للحق وهذا الشأن اليهود أو أهل الكتاب دائما ومخالفتهم لرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار الحق لا يقلل من قيمته وشهادة الله تبارك وتعالى به كافية والمسجد الحرام ذو سر في الاختيار الإلهي تتوجه له بيوت الله التي من اختيار البشر المسجد الحرام وهو سر في الاختيار الإلهي تتوجه له بيوت الله التي من اختيار البشر كذلك من الآية 151 إلى 153 منة الله تبارك وتعالى على المؤمنين ببعثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكراءة القرآن تكفي للتزكية في هذه الأمة كراءة القرآن تكفي للتزكية في هذه الأمة والآن مع الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعنى أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصار يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق هذا هو الحق من ربك فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المترين أو يكون من الشاكين في صحة الحق صلى الله عليه وسلم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوي ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله تبارك وتعالى لهم فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها اللهم وفقنا الاستباق إلى الخيرات يا رب العالمين وسيجمعكم الله عز وجل من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة ليجازيكم على عملكم إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم سبحانه عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن أي مكان خرجت وأينما كنت أيها النبي أنت وأتباعك وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام فإنه الحق الموحي به إليك من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون بل هو سبحانه عز وجل مطلع عليه وسيجازيكم به سبحانه جل وعلا فالله تبارك وتعالى له الهيمن على عباده هو المحيط سبحانه عز وجل وهو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه عز وجل يا من يشهد فعل عبده ويرقبه في خيره وضده أنت المحيط الحافظ الحفيظ المهيمين سبحانه جل وعلا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم ولعلكم تهتدون ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهتا المسجد الحرام وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجوهكم جهته إذا أردتم الصلاة لألا يكون للناس المخالفين لكم حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره وجتناب نواهيه فإن الله جل وعلا قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس سبحانه عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتنا ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر ويعلمكم القرآن والسنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم سبحانه عز وجل يا من لا يفعل شيئا إلا لحكمة فأنت العالم العليم الخبير الحكيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم فالجزاء من جنس العمل واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعة والتسليم لأمري على القيام بطاعة والتسليم لأمري إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم سبحانه عز وجل يوفقهم ويعينهم سبحانه جل وعلا والصبر على ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وهنا الله تبارك وتعالى يأمر بالصبر والصلاة فهذا صبر على طاعة الله عز وجل اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين وبذلك تمت الآيات الكريمة